حضراتكم جميعاً النهاردة الحقيقة يعني كان بقالي فترة طويلة الحقيقة ما طلعناش مع السادة المواطنين عشان نتابع معاهم ونعرض ونشرح كل ما يتم بخصوص جائحة كورونا وإيه جهود الدولة اللي بتتعمل ويمكن يعني كل المواطنين كانوا متابعين ما يتم على الأرض وكنا بنتابع طبعاً على مدار الساعة كل يعني أي شكاوى أو تحديات كانت موجودة في ظل طبعاً التعامل مع جائحة يعني لم تواجهها البشرية يعني مش عايزة أقول من يعني أكتر من مئة سنة ظرف شديد القصوة على العالم كله ما حدش قادر أنه هو يعني يحدد إيه هي الإجراءات النموذجية والمثالية للتعامل مع هذا الموضوع كل دولة بتجتهد في ضوء مقومتها وإمكانياتها وجدنا العديد من الدول اللي صدفتها تحديات كبيرة جداً جداً ومشاكل كبيرة على الأرض دول أخرى بتقاوم ونجحت بصور نسبية في التعامل مع هذه الأزمة إحنا من البداية ويمكن خلوني أوضح لحضراتكم إحنا كنا كحكومة وعية تماماً لإمكانياتنا وقدراتنا ونعي أن ما زال عندنا تحديات في القطاع الطبي والقطاع الصحي وإحنا كدولة كنا شغالين في هذا الموضوع بقوة شديدة في خلال الثلاث أربع سنوات الماضية وحضراتكم كنتم تابعين كويس جداً كم المبادرات الرئاسية اللي اتعاملت لسواء القضاء على قوائم الانتظار مبادرة 100 مليون صحة لقضاء على فيروس C المشاكل الأخرى صحة المرأة الاهتمام بالأطفال حي مبادرات كثيرة الدولة كانت بتقوم بيها بالتوازي مع رفع كفاءة القدرات البنية الأساسية الصحية بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد الشامل كل دا احنا كنا بنقدمه بنشتغل فيه على قدم الوساق واحنا نعي ان احنا عندنا تحديات وارث بقاله فترة طويلة جداً ساهم في تضاهر هذا القطاع في العديد من المحافظات والمناطق وبالتالي لما جات علينا هذه الجائحة كان كل همنا ان احنا الأمور لا تخرج عن السيطرة من ايدينا اخذن في الاعتبار ان احنا عارفين قدراتنا وامكانياتنا قد ايه وده الحمد لله اللي قدرنا ان احنا نقدر نقول ان هنا يعني اعتقد هناك نجاح بصورة وبنسبة معقولة جداً في التعامل مع هذه الازمة وان احنا ممرناش بفترة عصيبة جداً زي اللي شفناه في بعض الدول الكبيرة والمتقدمة ليمكن المنظومة والبنية الاساسية الصحية فيها كانت افضل مننا بكثير احنا كنا دايماً كنا بنقول ان احنا نعي ان يعني حتكون هناك فترة كبيرة يتزايد فيها الاصابة بالمرض وحتزداد فيها الاعداد بصورة كبيرة وده مش يعني احنا لن نستطيع ان نعمل معه شيء لان كطبيعة اي وباء وجائحة هي عملية الانتشار وبتبقى قدراتنا وكل هدفنا ان احنا كيف نرجع بصورة كبيرة تفشي المرض ما بين اعداد كبيرة عشان يظل العدد في نطاق قدراتنا على التعامل معه والعلاج وتقديم العلاج بالتأكيد كان عندنا فترة صعبة جداً بدأت تظهر من يمكن قبل عيد الفطر واثناء العيد والايام القليلة اللي بعد كده بعد اجازة العيد من زيادة الاعداد بصورة كبيرة جداً وده يمكن بغض النظر بقى عن يعني ان احنا ممكن نعول او نساء نقول انها بسبب ان يعني احنا كطبيعتنا كمصريين يعني كان فيه زيادة في النزول والتزاحم والتكدس في الاسواق وفي الاماكن العامة نتيجة طبعاً للظروف الاجتماعية والمناسبات الخاصة بشهر رمضان والاعياد المختلفة اللي كانت موجودة في هذه الفترة ولكن في النهاية الكلام ده يمكن احنا برضو كنا عارفين ان احنا هيبقى فيه منحنة تصعودي لهذا الفيروس وان الاعداد هتبدأ تزايد وحتى نسب الاصابة او حتى الوفيات هتبقى فيه تزايد فيها في خلال الفترة السابقة والحالية ايضاً ولكن النهاردة ويمكن دي كانت النقطة اللي احنا كنا كمجموعة بنشتغل عليها بصورة كبيرة جداً ان احنا طالما الموضوع في نطاق قدراتنا من خلال المستشفيات اللي بتقدم الخدمة الاطقم البشرية اللي بتقدم هذه الخدمة الكبيرة المستلزمات الطبية الادوية يبقى احنا ان شاء الله ربنا يقدرنا ونعدي من هذه الجائحة بافضل واقل يعني اولاً بافضل نتيجة وباقل خسائر ممكنة في ارواح مواطنين واهلين وده يمكن هو الحاجة الوحيدة اللي احنا حطينها نصب عيوننا كيف نحافظ على ارواح اهلين ومواطنين وازاي ان احنا نحد من انتشار المرض بقدر الامكان وعشان كده يمكن كان عديد من القرارات اللي اتخذت في هذه الفترة ان احنا بقينا يمكن بنتابع فتحنا مجموعة كبيرة جداً من المستشفيات وصلت الى اكتر من تلتمية وستين مستشفى تابعة لوزارة الصحة بالاضافة الى عشرات المستشفيات الجامعية وايضاً يعني اه بدأنا في موضوع المستشفيات الميدانية اه كل ده واحنا الحمد لله لسه مازالت قدراتنا على الاستيعاب الاعداد موجودة ولكن يمكن احنا كمان عندنا وده احنا بنقوله مازال هناك رصيد احتياطي قائم من مستشفيات القوات المسلحة والشرطة مازالت ان احنا ما دخلناهاش معانا لان ان شاء الله باذن الله احنا يعني حتى هذه اللحظة يعني القدرة على استيعاب الاعداد مازالت في نطاق سيطرة وقدرات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي من خلال المستشفيات الجامعية ولكن يمكن انا عايز اوضح هنا للسادة المواطنين ان احنا من خلال متابعتنا للارقام التحدي الكبير هي القاهرة الكبرى محافظات القاهرة والجيزة والاليوبية هو صحيح الاعداد بتاعت هذه المحافظات بطبيعتنا واحنا كلنا عارفين بتتجاوز 25% من تعداد السكان ولكن اللي احنا لاحظناه ان نسبة المصابين من هذه المحافظات التلاتة بتتجاوز 50% والوفيات بتتجاوز 60% فعشان كده يمكن هما من اعلى ثلاث محافظات عندنا هناك بعض المحافظات الاخرى اللي برضو بتسجل بعض الاعداد الكبيرة زي على سبيل المثال المنوفية والشرقية والفيوم ولكن يعني الموضوع واسكندرية ولكن الحدة بتاعة الاعداد والارقام اقل من وطأة من القاهرة الكبرى فعشان كده يمكن الموضوع ده مرتبط بطبعا ان عدد سكاننا في القاهرة الكبرى كبير جدا وبالتالي محتاجين كمواطنين ان احنا نبقى اكثر حرصا وحظرا في التعامل في هذه المحافظات علشان نقلل بقدر الامكان من انتشار المرض ما بيننا ومن بعضنا ويمكن هنا برضو انا عايز ااكد على نقطة مهمة جدا كان فيه توجيه ان احنا يعني ننزل يعني ويبقى فيه اتصال مباشر مع السادة المحافظين وده بيتم وانا بقوم بيه بصفة يومية مع السادة المحافظين كلهم وبالذات المحافظات اللي هي اللي فيها اكثر انتشارا علشان اتابع معهم على الارض موقف المستشفيات وحجم التردد عليها وضع المستلزمات الطبية هل متوفرة ولا لا الادوية موجودة ولا لا ولا متاحة نسب الوفيات اللي بتحصل فيها لان كان فيه طبعا في الفترة اللي انا بقولها لحضراتكم اثناء اجازة العيد وبعدها كان فيه شكاوى عديدة جدا بتصلنا في مجلس الوزراء وفي كل حتة كان المواطنين كان فيه هناك شكوى عامة بان فيه العديد من المستشفيات اللي كانت بترفض استقبال المواطنين وان كان فيه بعض القصور اللي كان موجود وكنا شايفينه على الارض وعشان كده كنا بنتعامل معاه على طول بصورة فورية في ظل طبعا ظروف استثنائية وشديدة الاستثنائية في التعامل مع هذه الجائحة فعشان كده يمكن احنا كنا حرسين من خلال التعامل المباشر مع السادة المحافظين ان احنا نقيم الوضع على الارض يوميا ونتأكد من انتظام العمل وان احنا يمكن انا هنا مرة اخرى بأكد على كل الشكر والتقدير للاطقم الطبية كلها اللي بيعملوا جهد هائل واستثنائي في التعامل مع هذه الازمة واعتقد ده طبعا يعني دور مقدس ليهم بيقوموا بيه في هذه المرحلة شديدة الاستثنائية اللي بيمر بيها الوطن وزي ما بنقدم لهم الشكر اسمحولي برضو يعني ان احنا كنا بنلاقي للأسف في بعض المحافظات والاماكن ان هناك تغيب وعدم انتظام من الاطقم في بعض الاماكن وده اللي كان للأسف ادى بصورة او باخرى الى حدوث يعني تفاقم للاصابات او حالات للوفيات نتيجة لان ما كانش في انتظام للاطقم الطبية للقيام بعملها وعشان كده يمكن يعني احنا كنا حرسين كل الحرس بتوجيه السادة المحافظين ووزارة الصحة وكل الاجهزة ان تعمل كل الاجراءات عشان نضمن انتظام عمل كل الاطقم الطبية نوفر لهم كل المستدزمات الخاصة بيهم ولكن من بقى يعني يتغيب ومن يعني لا ينتظم في العمل لازم يتخذ ضده كل الاجراءات الادارية اللي يعني النهاردة لان الدولة ليست في حمل ان يبقى النهاردة اي حد يتقاعس والكلام ده يؤدي الى الادرار بارواح موطننا ويمكن عشان كده انا بتقدم يمكن للشكر لغرفة مقدمي الرعاية الصحية على التعاون الكبير جدا اللي النهاردة من خلال المستشفيات الخاصة وكل الكيانات الاقتصادية القيانات الصحية الخاصة التعاون النهاردة اللي بقى بيحصل مع الدولة في هذا الموضوع انا بتابع مع حضراتكم جميعا ايضا كان عندنا مشكلة فيما يخص الادوية ونقص الادوية ودي يمكن بس نحابب اوضح لنا كلنا قضية هنا مهمة جدا طبيعي جدا في هذه الجائحة ان كلنا نبقى مخضوطين وكلنا عايزين نؤمن احتياجاتنا من الادوية كل ما بنسمع ان فيه دوا معين ممكن يساهم في العلاج او الوقاية كلنا عايزين ناخده ونجري عليه وبذكر حضراتكم يعني لما حصلت في البداية الجائحة وكان ابتدى يحصل نوع من التكالب من المواطنين على السلع التموينية والاكل والشرب وكل الكلام ده كلنا قلنا ان احنا كدولة هنوفر كل حاجة ولا يوجد داعي للمواطنين ان هما يتكلبوا على الشرى والتخزين وحضراتكم الحمد لله اعتقد نجاحنا بصورة كبيرة جدا ان احنا مفيش مواطن شعر اليوم ان هناك نقص لاي سلع نفس الكلام لموضوع الدواء لما بيحصل عندنا تكالب شديد جدا على الشرى بدون داعي طبيعي جدا هيحصل نقص ومع ذلك التوجيه كان مع الحقيقة هيئة الدواء وكل شركات انتاج الادوية حاليا بتشتغل على مدار 24 ساعة 3 ورديات وعايز اقول لحضراتكم ان ما ينتج حاليا في اسبوع المفروض في الظروف الطبيعية بيكفي بيكفي الاستهلاك لمدة من 3 الى 4 اشهر لكن اللي بيحصل نتيجة للتكالب الشديد على الشرى والتخزين ان الحاجات دي بتنفذ على طول في خلال ايام انا عايز اأكد لحضراتكم ان احنا النهاردة فيه تنسيق كامل والمواد الخام بتاعت الادوية موجودة والادوية النهاردة كل الشركات شغالة على مدار 24 ساعة وان شاء الله يعني باذن الله في خلال الاسبوع القادم يعني حتنختفي هذه الظاهرة بالكامل وحيبقى كل المستلزمات والادوية موجودة ومتاحة في كل الصيدليات مرة اخرى انا بأكد ارجو من السيدة المواطنين عدم التكالب على الشرى الادوية موجودة ومتوفرة وحتتوفر باكثر من الكميات اللي حضراتكم متاحة النهاردة في خلال الايام القليلة القادمة كل اللي ارجوه ان حتى لو هنشتري نشتري على قد احتياجاتنا فقط ولا يكون بموضوع ان احنا مجرد بنخزن وبناخد بكميات لفقط ان احنا الاحتراز لان ده طبعا بيؤثر ان عدد اخر ما بيقاش قادر ان هو يحصل على هذه الادوية الحقيقة بالتوازي مع كل هذا الموضوع كان لازم ان احنا بننظر يعني الى النهاردة المعدلات الاصابة ويمكن بنشوف العالم كله ان ابتدى كل العالم بيعي تماما ان هذه الجائحة يعني مش هتزول بالصورة اللي احنا متخيلين كانت بتحصل قبل كده في بعض الامراض واعتقد كل المنظمات العالمية والدول اعلنت ان هذا المرض اللي هو كوفيد 19 حيظل متوطن خلاص وان احنا كلنا لازم نتعايش معاه ونتعامل معاه وعشان كده كان يمكن اجراءاتنا اللي كنا بناخدها في الفترة اللي فاتت من بدء التعامل مع هذه الجائحة هو عملية التوازن ما بين ان احنا ما نغلقش الدولة وما نغلقش القطعات الاقتصادية بقدر الامكان ولكن في نفس الوقت بنحاول ازناخد كل الاجراءات الاحترازية لتحافز وتسون صحة المواطن المصري بالتأكيد في قطعات تضررت واحنا عارفين هذا الكلام وكان هناك يعني توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بالوقوف مع العمالة الغير منتظمة من خلال منحة استثنائية لمدة 3 اشهر اجراءات عملناها كثيرة جدا من خلال الدولة الحكومة والبنك المركزي سواء بيعني اسقاط العديد من المتأخرات والغرامات والمديونيات اللي كانت موجودة لدى الاجهزة الحكومية اعطاء تيسيرات وتسهيلات انا بعض شخصيا مع العديد من الشركات والقطاعات المختلفة في الدولة في الاقتصاد عشان كل همنا ان ما يحصلش غلق لهذه القطاعات وما يحصلش تسريح للعمالة عشان اهم شيء ان تظل عجلة الاقتصاد في الدوران وده اللي خلانا يمكن متمسكين بالاجراءات الاحترازية وما زلنا اللي احنا بناخدها علشان نستمر في الحفاظ على الارواح الموطنين ولكن مرة اخرى كل همنا في خلال المرحلة دي ان احنا عجلت الاقتصاد تعود للدوران بقوة وان احنا يعني نفتح بلدنا او الاقتصاد بصورة كبيرة علشان هناك قطاعات فعلا كانت تأثرت بصورة شديدة جدا وهناك ملايين الاسر اللي كان اكل عشها وشغلها من خلال هذه قطاعات زي قطاعات السياحة قطاعات المطاعم قطاعات الخدمات المختلفة اللي كانت بتقدم بصورة يومية للمواطنين وده اللي يمكن كنا حرصين فيه ان احنا كدولة من البداية كنا بنعلن ان احنا بنتجه الى الفتح التدريجي لمناحي الانشطة المختلفة ومناحي الحياة علشان نتطمن في كل خطوة بناخدها ان احنا ما زالت الامور تحت السيطرة وتحت قدرة الدولة للتعامل مع هذه الجائحة اللي مرة اخرى لم تشهدها البشرية وحتى هذه اللحظة محدش يقدر يقول يعني مفرداتها ايه وايه اللي ممكن تنحسر فيه يعني شوفنا بعض الدول بعد ما اعلنت انها انتهت من الموضوع عادت فيها مرة اخرى الجائحة في مناطق اخرى وشايفين الموضوع ديناميكي وبيتغير على الارض كل يوم فيمكن عشان كده احنا يمكن لما كنا اعلن القرارات الاخيرة باستمرار الاجراءات الاحترازية اللي كانت سارية في شهر رمضان واستمرنا وقولنا هتستمر لمدة اسبوعين ولكن كنا كل لحظة بنقول ان احنا كدولة بنراجع الموقف على الارض يوميا وان احنا بنتحرك نحو الفتح التدريجي لكل الانشطة وعودة الحياة الى طبعتها مع التأكيد وانا بأكد عليها لابد من استمرارنا كمواطنين في اتباع كل الاجراءات الاحترازية للتباعد واهم شيء واعتقد حضراتكم شفتوا على الرغم من يعني تباين اراء الخبراء والمنظمات الشيء الوحيد اللي اجتمعوا عليه هو ضرورة لبس المسكات او الكمامات اللي على الوجه ودي اللي احنا بنشدد عليها في كل الاماكن اللي فيها يعني هيبقى فيها تجمعات او فيها تواجد للافراد ان احنا كلنا نبقى لابسين هذه الكمامات او المسكات لان هي دي فعلا اللي بتقينا وحتقينا جميعا من بصورة نسبية وبنصورة كبيرة من الاصابة بالمرض فعشان كده انا بشدد على المواطنين الاستمرار في لبس هذه الكمامات والمسكات واحنا يمكن حضراتكم تابعته توفر كبير من ملايين الاعداد من هذه المسكات ويمكن بدأنا بقوة في انتاج المسكات القماش اللي تقدر انها تقعد لفترات اكتر من المسكات العادية اللي بتقعد في اليوم مرة واحدة تستخدم في اليوم الواحد بحيث ان يكون هدفنا ان يقدر المواطن انها تبقى في متناول قدرته ويقدر ان هو يستخدمها لفترة زمنية اطول مرة اخرى بقى شدد ان عدم الالتزام بلبس هذه المسكات بيعرض المخالف والمنشأة اللي بيتواجد فيها هذه المواطن للعقوبات والغرامات اللي احنا كدولة بنحطها عشان كده يمكن كنا احنا شايفين مع المراجعة ان احنا لابد ان احنا نتجه الى اجراءات اخرى لعودة العديد من الانشطة اللي احنا الحقيقة كنا بنتلقى كحكومة مئات والاف الشكاوى اليومية من استمرار غلق هذه المنشآت والمرافق الاقتصادية اللي هي فعلا النهاردة عدد ملايين الاسر بتشتغل فيها يعني بس انا عايز ادي لحضراتكم قطاع الخدمات اللي هو بيشمل مطاعم ومقاهي ومنواد رياضية وكل الحاجات دي كلها عدد العاملين فيها تلاتة ونصف مليون مواطن فلنا ان نتخيل حجم المعاناة اللي كان يعني المواطنين في هذه القطاعات النهاردة كانوا موجودين وبيعانوا منها في خليزي الفترة وكنا في نفس الوقت يعني احنا كدولة حرسين كل الحرص على تحقيق التوازن بقدر الامكان فيما يخص ان احنا نرجع يعني باقصى قدر وممكن فتح هذه المنشآت لغاية لما نكون شايفين الصورة ممكن نكون النهاردة ايه الوقت المناسب ان احنا نفتح فيه هذه المنشآت فيمكن الحقيقة النهاردة يعني على مدار الاجتماعات المتوالية لمجموعة الازمة ولجنة الازمة يعني كان هناك العديد من القرارات ويمكن كنا اعلننا لحضراتكم الاشتراطات والمعايير اللي احنا المفروض نتباحها في فتح كل المنشآت واعلنت وفيه مانوال او كتاب اتعامل ونشر لكل المنشآت المختلفة لما حتيجي نفتحها الاجراءات اللي لازم كل مواطن يتباحها لما يدخل هذه المنشآت وده اللي بأكد عليه لكل مواطن حتى وإحنا النهاردة حنفتح بعض المنشآت كل الاجراءات الاحترازية اللي معلنة ومذكورة للدخول والاستخدام جوه هذه المنشآت يجب ان تتبع بالحرف ومخالفة وانا بقولها مرة اخرى ان اي مخالف لتطبيق هذه الاجراءات الاحترازية ستعرض المنشآت للغلق الفوري فعشان كده يمكن دي نقطة مهمة جدا انا حابب اكد عليها قبل ذكر ايه هي القرارات اللي احنا النهاردة يمكن في اجتماع لجنة ادارة الازمة توافقنا ان احنا ناخدها الحقيقة يمكن ما تم توافق عليه احنا كنا يمكن حتى هذه اللحظة هناك يعني ساعات لي موضوع الحزر الحركة وحزر جزئي ويمكن حدركم عارفين كان من الساعة تمانية مساء الى الساعة الرابعة صباح احنا اللي احنا قرارات اللي احنا يعني كمجموعة ولجنة ادارة ازمة قررت انها تتخذها هي ما يلي في ما يخص كل القطاعات المختلفة احنا يمكن كل هذه القرارات حيتم تطبيقها اعتبارا من يوم السبت القادم يعني اعتبارا من يوم السبت القادم اللي هو يوم 27 يونيو هنبدأ هذه الاجراءات كلها في التطبيق اعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية الخاصة وطبعا النوادي الرياضية والمراكز الشباب بالفعل معالي وزير الشباب اعلن عن خطة التعامل معاه ولكن هنبدأ الفتح فيما يخص المطاعم والمقاهي اعتبارا من يوم السبت القادم مع السماح فقط بتواجد 25 في المية من طاقتها الاستعابية وبالتالي اصحاب هذه المنشآت المفروض اذا كانت المنشآة مثلا على سبيل المثال كانت المفروض انها تستوعب مية يبقى حنسمح بان يبقى بيستقبلوا 25 فقط يعني عميل او زبون في المرحلة الاولى وده احنا بنتحرك تدريجيا وزي يمكن ما عملنا في الفنادق فتحنا الاول 25 في المية والنهاردة وصلنا ال 50 في المية من الاشغال في الفنادق نفس الشيء احنا بنبدأ النهاردة في المطاعم والمقاهي بعدد 25 في المية فقط من قدراتها الاستعابية عشان نقيم الوضع ونسمح بعودة النشاط الاقتصادي لهذه المنشآت وبشدد مرة اخرى على ان احنا هنبدأ ب25 في المية ونقيم الوضع ونشوف اذا ربنا كرمنا ونجحنا والموضوع ماشي بصورة جيدة هنزيد تدريجيا نسب اشغال هذه المنشآت اللي هي المطاعم والمقاهي ولكن بقى شدد هيستمر منع تناول او شرب الشيشة في هذه المناطق علشان طبعا يعني دي طبعا بتبقى من الاحد يعني العوامل اللي ممكن تؤدي الى انتقال المرض من شخص او اخر مهما خدنا من اجراءات وقائية الحقيقة ايضا تم الاتفاق على ان يكون موعد غلق كل المحال هو الساعة التاسعة مساء وحتكون المطاعم والمقاهي الساعة العشرة مساء وبالتالي وبرضو ده مرة اخرى وبقولها ده اجراء تدريجي وبنقيم على الارض الموقف وحنشوف تدريجيا اذا ما كنا حنبقى نحتاج نسبت هذه المواعيد لفترة اطول او ممكن يحصل فيها تعديل على مدار الوقت تبقى لمعطيات وتقييم الوضع اللي حيبقى على الارض ان شاء الله فيما يخص المصابين من فيروس كورونا حيستمر ويعني وارجو من المواطنين انهم ما يعذروني حنستمر في غلق الاماكن اللي بيبقى ممكن يحصل فيها تكدس شديد وعدد كبير من المواطنين وبرضو مرة اخرى لفترة مؤقتة الحين تقييم الوضع وهنا يمكن لما بتكلم على هذه الاماكن انا بقصد بيها الحضائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة حنظل معلش نغلق هذه المناطق لان برضو متخوفين مهما كان حاولنا فيها كشواطئ عامة طبعا بيبقى فيه تكدس كبير جدا وحننتظر لفترة زمنية برضو عارف كويس قوي ان احنا دخلين على موسم الصيف وشهور الصيف ومحتاجين ان احنا موجودين فيها ولكن احنا هنبقى بنتابع على مدار اليوم ونشوف التطورات وبحيث باذن الله يعني نقدر ان احنا نفتح هذه المنشآت في مرحلة لاحقة علشان فعلا يعني نقدر المواطنين يستمتعوا بالشواطئ العامة في هذه المناطق بالنسبة طبعا زي ما قلت لحضراتكم بالنسبة للنوادي والمنشآت الرياضية والاجتماعية السيد وزير الشباب والرياضة كان اعلن عن كل الاجراءات الزمنية الخاصة ببدء مرة اخرى عودة ممارسة الانشطة الرياضية جوه النوادي والمركز الشباب ويمكن هو سيادته مع كل الوزراء المعينين كل واحد هيعرض بالتفصيل بعد كده مرة اخرى هذه الخطط عشان عودة الانشطة الرياضية المختلفة وايضا ممارسات الدوري والمسابقات الرياضية المختلفة لكل الاتحادات اللي تبقى للدولة اعلنته هتعود استمرارها مرة اخرى في هذا الموضوع فيما يخص يمكن نقطة مهمة جدا حابب ان انا اؤكد عليها اذا كنا بنقول ان المطاعم والمقاهي هتبقى للساعة عشرة والمحل للساعة تسعة هيبقى وسائل النقل الجماعي تستمر لغاية منتصف الليل وبالتالي هيبقى بنفتح المجال لعودة المواطنين لبيوتهم وطبعا يمكن هتبقى يعود لغاية منتصف الليل ويعود استقناف فتح الوسائل النقل الجماعي مرة اخرى الساعة الرابعة صباحا عشان طبعا الناس اللي بتنتقل الى اعمالها يبقى عندها الفرصة انها تنتقل من بدري وتروح لاماكن عملها من بدري بالنسبة يمكن لنقطة مهمة برضو ويعني الحقيقة كانت يعني كلنا كمصريين سواء يعني مسلمين او اقباط يعني دائما يعني بنتعلق بدور العبادة ودي طبعا يعني نقطة كلنا بنبقى حرصين واشد الحرص على ان احنا نبقى يعني لا نمنع يعني اداء الشعائر جوه دور العبادة وعشان كده يمكن هذه النقطة طبعا نتيجة لان دائما دور العبادة بترتبط بوجود تجمعات كبيرة جدا من المواطنين داخلها علشان اداء الشعائر المختلفة فعشان كده كنا دايما بنحاول نرجع يعني التعامل مع هذه القضية حرصا فقط وهو الحاجة الوحيدة هي الحرص على ارواح المواطنين وتقليل باكبر قدر ممكن انتشار المرض فعشان كده يمكن برضو تم التوافق على ما يلي فيما يخص دور العبادة ان برضو اعتبارا من يوم السبت القادم حيتم فتح دور العبادة لاداء الشعائر اليومية وانا هنا بتكلم مثلا على اداء الصلوات اليومية المختلفة ولكن سنستمر في تعليق الصلوات الرئيسية الاسبوعية يعني اذا كنا كمسلمين بالنسبة لنا الصلوات الجمعة او اقباط صلوات اللي برضو احيانا بتبقى الجمعة او الاحد معلش انا بطلب مننا كمواطنين كلنا نتحمل هنستمر في تعليق هذه الصلوات الجماعية الكبيرة الاسبوعية لفترة علشان برضو احنا بنحاول نحد من التكدسات الكبيرة ولكن اللي احنا هنفتحه تدريجيا هو المساجد والكنائس ودور العبادة تبدأ تفتح من يوم السبت علشان يتم فيها اداء الصلوات اليومية العادية ولكن بكافة الاجراءات الاحترازية اللي حيعلن عنها السيد وزير الاوقاف والكنيسة المصرية في معوضوع التباعد حيستمر غلق انا اسف دورات المياه بحيث ان احنا بقدر الامكان نخحد من فرص الانتقال العدوى في هذه الاماكن سيستمر برضو تعليق وحتى حين دور المناسبات اللي موجودة في هذه الدور العبادات برضو لانها دايما بينتج عنها تجمعات كبيرة وبرضو دي الفترة لغاية لما نقيم الوضع في خلال المرحلة القادمة بالنسبة يمكن لاخر شيء حابب ان انا اتكلم عليه وهي منشآت الثقافية والسينمات والمسارح ايضا يعني اعتبارا من يوم السبت القادم حيتم السماح بفتح هذه المنشآت ولكن برضو بخمسة وعشرين في المية فقط من قدراتها الاستعبية مع وضع كافة الاجراءات الاحترازية لضمان التباعد ما بين المواطنين جوه هذه الاماكن وبرضو زي باقي الحاجة هتبدأ باقي المنشآت هنبقى بنقيم الوضع وممكن تدريجيا نبدأ نزيد من نسب الاشغال في هذه المنشآت مرة اخرى انا كل ده بحابب ان انا اقوله للسادة المواطنين عشان يعو ان احنا كل قرار بناخده بيبقى هناك مراجعات كثيرة جدا 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 بناخدها ووضعين في اعتبارنا زي ما بقول لحضركم دائما قلقنا جدا الشديد على صحة المواطن وعلى حياته وفي نفس الوقت عارفين كويس قدراتنا وايه هي قدراتنا وبنيتنا الاساسية اللي احنا بنطورها يوم ورا يوم علشان انها تتحسن وتؤدي احسن خدمة وافضل خدمة للمواطن ولكن نعي في نفس الوقت قدراتنا دي قد ايه فبيبقاش فيه نوع من المغامرة في اتخاذ اي قرارات وبالعكس بنبقى حارسين كل الحرص ان احنا ناخد القرارات اللي احنا شايفينها كدولة وكحكومة من وجهة نظرنا انها دي بتتناسب مع المرحلة اللي احنا فيها وبتتناسب مع قدراتنا واللي احنا شايفينه ومعطياتنا على الارض انا عايز ااكد ان هذه القرارات كلها واحنا بناخدها النهاردة قرارات مارينة ومرتبط ارتباط شديد جدا بوعينا مرة اخرى وانا اعي تماما ان حصل نوع من انا انا عايز اقولها من الكوميكس وبعض اللي يعني احنا كتبعتنا كشعب مصري بنحب جدا الهزار واطلاق النكت على كلمة وعي المواطن وعلى ان احنا لو اعتمدنا على وعي المواطن فيها مشكلة ولكن مرة اخرى انا باكد عليها اذا ما كانش كل واحد فينا يخاف على نفسه ويعي ان هو هو بيتحرك ممكن ان هو لو هو استهتر بالاجراءات اللي احنا كلنا بنعلنها حيبقى هو نفسه معرض لخطر الاصابة بالمرض او ان هو ينقل المرض ده لأحد افراد اسرته مهما خدنا من قرارات حيبقى الموضوع لن يكون ناجح الا اذا المواطن المصري التزم بقدر الامكان بكل الاجراءات اللي احنا بنقولها عشان يحافظ على صحته وعشان يحافظ على بلده ربنا يحفظ مصر وربنا يحفظنا جميعا ومرة اخرى بأكد على حضراتكم هذه القرارات هتراجع وحتظل انها تراجع بصورة دورية مننا كحكومة واذا وجدنا ان هناك يعني لقدر الله يعني فيه ردة في هذه القرارات بسبب تطبيقها وعدم الالتزام بيها هنرجع مرة اخرى للاجراءات الحزمة وشديدة الحزم اذا ربنا كرمنا ولقينا الامور بتتحسن على الارض حيبقى هناك فتح اكثر لكل المنشآت علشان تعود الحياة كما كانت عليه قبل هذه الازمة انا بشكر حضراتكم في نهاية هذا اللقاء واتمنى لكم جميعا كل الخير والسلام وتحية مصر وربنا يحفظنا جميعا اشتركوا في القناة